بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافقه هذا اليوم نستمع لكلمة رئيس هيدة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي بهذه المناسبة منذ عام 1965 حينما بدأت تلفزيون السعودي حتى الآن هناك أجيال كثيرة ساهمت في بناء هذا الكيان في تقديم النجاحات في صنع النجاحات المتوالية وإحنا من واجبنا في هذا اليوم أن نستذكر هؤلاء الرموز الذين صنعوا هذا النجاح وإحنا نكمل مسيرتهم هيئة الإذاعة والتلفزيون قامت على نجاحات متوالية على أجيال صنعت هذا النجاح ومن واجبنا أن نقول شكرا لكل من ساهم في هذا الكيان شكرا لمن قدم ولو عمل بسيط في هذا المشروع نفتخر بهذا الكيان مشروع وطني مهم مشروع إعلامي مهم صنع نجوم وكان له دور كبير في رفع الوعي على مسار التاريخ السعودي وإحنا في هذه المرحلة نكمل هذه المسيرة ونكمل هذه الرحلة ولكن لا بد أن نقول شكرا لكل من ساهم سواء من كان على الشاشة أو من خلف الكواليس أعداد كبيرة ساهمت في هذا المشروع وأيضا أنتهز هذه الفرصة لأشكر زملائي وزميلاتي منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين يقومون بعمل كبير ويحققون نجاحات كبيرة نلاحظ التطور والتقدم الذي يصير في هيئة الإذاعة والتلفزيون والحقيقة إذا كان الفضل بعد الله هو لكم أنتم من تقومون بهذا العمل أنا أؤمن أن التلفزيون السعودي بقنواته وإذاعاته هو مشروع وطني في المقام الأول وبالتالي المحلية أنا أعتبرها هو مفتاح نجاح المحلية حينما تلبي تطلبات واهتمامات المشاهد المحلي فأنت تنجح أنا أعتقد أن السعودية ما شاء الله دولة قارة فيها مساحات كبيرة وفيها مناطق مختلفة وفيها ثقافات مختلفة وبالتالي تعطي فرصة ذهبية للإعلام أن يتمكن ويبدع همنا الأساسي كيف نرتقي إلى ذائقة المشاهد هذا همنا الأساسي نطمح دائما أن نحقق هذا الهدف ننجح أحيانا ونخفق أحيانا وهذه سنة الحياة هذا مسألة طبيعية لكننا نأكد عليه أنه عندنا طموحات عالية جدا عندنا ثقة فالله قبل كل شيء ثم في أنفسنا بأننا نستطيع من خلال هذه الروح من خلال شباب وشبات الوطن اللي نفتخر فيهم ونعتز فيهم من منصوبية الهيئة أن نحن نحقق النجاح وأيضا الأفكار من خارج الهيئة تصلنا إحنا اقتراحات ونستفيد منها ونتعلم نحن في هيئة رداعة تلفزيون شعارنا دائما لا بد أن نتعلم كل يوم شيء جديد وبالتالي نتطور من خلال هذا التعلم الذاتي ونستفيد من بعض لأننا نعيش عمل تكاملي وصناعة الإعلام هي صناعة تكاملية محفزها الإبداع ووقودها الابتكار